السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة الصحة والمطبخ النهاردة معنا فيديو جديد عن أسباب نزول دم أحمر بعد انتهاء الدورة 1- بداية الحيد وانقطاع الطمس في الفترة الأولى التي تبدأ فيها الدورة الشهرية في البدء عند الفتيات يمكن أن تكون الدورة الشهرية غير منتظمة وهو ما يؤدي بدوره إلى وجود نزيف أو دم بعد انتهاء الدورة وقد يحدث هذا النوع من النزيف غير المنتظم وغير المتوقع أيضا في النحية الأخرى من الحياة الإنجابية للمرأة عندما تبدأ في الانتقال إلى سن اليأس 2- الضغط النفسي يمكن أن يتسبب الضغط النفسي والإجهاد في نزول دم بعد انتهاء الدورة الشهرية وذلك بسبب حدوث خلل في الهرمونات نتيجة التعرض للضغط النفسي أو التوتر مثل الانتقال لعمل جديد أو المروض بفترة صعبة في الحياة 3- أدوية منع الحمل قد تعاني المرأة أيضا من نزيف غير طبيعي أو غير متوقع بعد انتهاء الدورة الشهرية إذا بدأت أو توقفت عن استخدام شكل من أشكال تحديد النسل الهرموني مثل حبوب منع الحمل يمكن أن يتسبب الاستخدام غير المنتظم لوسائل منع الحمل الهرمونية في حدوث أنماط غير طبيعية من النزيف والتي عادة ما يتم حلها بمجرد أن يصبح الاستخدام سابتا أو تغير المرأة من طريقتها إلى طريقة أخرى وتعمل بشكل أفضل بالنسبة لها 4- سوء التغذية يمكن أن يحدث نزول دم بعد الدورة أو حتى الانقطاع الكامل للدورة الشهرية عندما تعاني المرأة من سوء التغذية أو نقص الوازن يمكن أن يشمل ذلك الأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية معينة وأخيرا أدوية الخصوبة غالبا ما يعاني الأشخاص الذين يخضعون لعلاجات الخصوبة من أعراض مرتبطة بالحيد بما في ذلك النزيف في أوقات غير متوقعة أو النزيف أكثر أو أقل من المعتاد أو ظهور أعراض ما قبل الحيد في نهاية الفيديو ننوه أن المعلومات المذكورة في هذا الفيديو لا تغني أبدا عن زيارة الطبيب وللمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع يمكنكم الرجوع لمصدر هذه المعلومات فاصف الفيديو في نهاية الفيديو لو أعجبكم ياريت تدعونوا لك وكومنتر شر فيديو مع أصدقائكم وتنتظروا مننا كل جديد في قناتكم قناة الصحة والمنطبخ ترجمة نانسي قنقر